إذن زملائنا أخطرون بورود خبر عاجل إذ قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا جاء ذلك في اجتماع ناقش الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية حيث المجلس الوزاري للأمن الوطني بل حث المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي على تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها بما يمكنها من إنجاز مهامها والمناورة بالموارد البشرية المتاحة ودعا وزارة الداخلية لتعزيز المخافر الحدودية وأخيرا قام بالدعوة للتنسيق مع حكومة إقليم كردستان ووزارة البشمرجة لحماية الحدود العراقية ترجمة نانسي قنقر